أهلا بحضراتكم من جديد قول لكم في البداية جهود في كل الانتجاهات بيبزولها النادي الأهلي على كافة الأسعادة وفي كل المقارات والمجالات وبالمناسبة ومناسبة المفاجآت اللي انتوا بتساعدوا بيها اتباعا على شاشة قناة الأهلي النهاردة كان فيه اجتماع مثمر للغاية اجتماع مهم جدا لمجلس أمناء قناة النادي الأهلي اجتماع مشترك ما بين مجلس أمناء النادي الأهلي لقناة الأهلي وما بين شركة استداد هذه الشراكة الوطنية الكبيرة جدا اللي مزيد من التعاون ومزيد من التناغم فيه ما بين القائمين هنا وهنا تشوفوا ان شاء الله مفاجآت كتيرة جدا تسعد كل الأهلوية هذا الاجتماع اللي عقد النهاردة الساعة 3 في مقر النادي كان مصمر للغاية حضروا الكابت المحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي والأستاذ خالد الدرندالي أمين السندوق والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والأستاذ محمد يوسف رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والأستاذ حامد عز الدين الكاتب الصحف الكبير وأحد مستشاري النادي الأهلي الإعلاميين هذا من جانب النادي من جانب الشركة كان حاضر المهندس سيف الوزيري رئيس شركة استادات والكابتن إسلام الشاطر رئيس شركة لايف اللي بتدير القناة والزميل العزيز الأستاذ يهاب الخطيب رئيس القناة والأستاذ دندرأو الهواري المستشاري الإعلامي لشركة استادات الاجتماع زي ما بقول لكم كان مصمر للغاية لأنه شاهد مناقشات كتيرة جدا ومتوسعة جدا والكشف عن مفاجآت كتيرة بيتم الترتيب لها علشان تشوفوا شاشة الأهلي في المستوى والقيمة اللي تليق بالنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي كانت حضرة أيضا الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي والأستاذ هشام جمال عضو مجلس المناء والأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام في النادي اتماع بهذا الحضور الكثيف الحقيقة واضح جدا أنه فيه ترتيبات كبيرة جمهور الأهلي يستنى من خلالها مفاجآت كبيرة باشمانتس مؤكد لأنه كمان لما والأستاذ دندراوي المستشار الإعلامي للأستاذات يعني فيه إضافات كابتن أهاب الخطيب أهاب طبعا المجهز بقى جندة كبيرة لمفاجآت كتيرة أهاب الحقيقة الحقيقة الفطرة الأخرانية مش الفطرة الأخرانية بقاله كذا شاف مش عارف راجل ده بينام مهمت حقيقة يعني مجود كبير جدا عشان يواكب المتغيرات ويواكب التطور اللي بيحصل في القناة اللي الناس بتدي التلمسه والبرامج اللي عملها يعني تضخ والإضافة اللي الناس يعني يعني المفاجأة الأستاذ الشام جماله هو والمفاجأة طبعا الأستاذ عمري المفاجأة في إسلام الشاطر ورئيس لايف اللي مؤكد إن عنده رؤية أنا بقولك البرومو الوحده أسعدني جدا بتاع برنامج البيت الكبير حاجة جديدة أنا متفائل بالفترة اللي جاية بإذن الله عشان نكمل بعض برامج شوف إحنا القناة دي ليه هدف والهدف موجود على فكرة في التمهيد بتعاقد القناة موجود الأهدف بتاعته القناة بتنوع برامجها ده حتحقق خزى الهدف نقص هدف زوار كده هبقى تكلم معهم فيه بس مهم جدا مش هتكلم فيه في الأول إيه لذا اقتنعهم الحقيقة هتبقى مغطية كل مناحي الحياة الرياضية في مصر وتحقق كل الأهدف المرجوة للساس في الوزير مع كابتن الخطيب وهو ده بمثل هذه الروح الروح والاجتماعات المستمرة صحيح مقرب من بعض صحيح أحلام الأهلي إيه قدراتك التنفيذية إيه أهدفك وأهداف أهدافك وأهداف تطلاقة تترجم لصالح القناة والمشاهد في النهائج صحيح أنا متفائل بهذا الاجتماع وبإذن الله نشوف نتيجته ها هذه السلاسة عام رئيس السادات ورئيس لايف الأستاذ إسلام وكابتن إيهاب الرئيس القناة والأستاذ دندراوي هواري يعني اللي جاي أحسن بإذن الله اللي جاي أحسن بإذن الله هنشوف مفاجآت كتيرة والهدف دايماً وأبداً جمهور الأهلي كله بيشتغل علشان جمهور الأهلي جمهور الأهلي ده اللي بيخلي جنيه الأهلي غير أي جنيه جمهور الأهلي ده اللي بيعل القيمة المضافة للنادي الأهلي والكل ما يظهر عن النادي الأهلي وكل من يلعب في النادي الأهلي وهو الناس لو تفى بالجملة دي الكل يعمل من أجل إسعادة الجمهور إذن الجمهور هو الهدف النهائي بالضبط ولكن لا يظهر النادي الأهلي من خلال الجمهور دي الكلمة اللي قالها الكابتن صالح على فكرة مفيش حاجة اسمها ملك مين وملك أهلي ليس ملك أحد الأهلي فكرة يملوكها الجميع تولى تحقيقها ناس هنجيب سيرتهم هنا في القناة قدام من خلال البرنامج الرائع بتاع التوصيق التراث ده اللي بتعمل فيه مجود كبير جدا وشفتوا منه أول طالة وحشوفوا الطالات اللي جاي ولكن الجمهور مؤكد كل من يعمل في أي حاجة تخص النادي الأهلي هدفوا إسعاد هذا الجمهور وتحقيق أكبر قدر من الزهو والفخر والانتصارات لهذا الجمهور بالتأكيد ده المنتج ولكن عشان يعمل كده لازم يشتغل بشكل في استراتيجيات سياسات السياسات بتبقى محتاجة دراسات والدراسات مش ممكن تبقى مشاع حكر أو بتبقى مكلفة بيها جهات أكثر اختصاصا فالكلام كده أعتقد ناخد بعض الحشن النواية عشان نحقق للنادي الأهلي كل ما تتمنوا بإذن الله وكلنا طروز وغير قد كده عشان مصلحة وأسعادة هذا الجمهور الكبير ودي الشراكة الكبيرة دي شراكة الكبار الحقيقة لما يكون شركة بحجم شركة استداد بكل قدراتها وخبراتها وتوجهاتها الوطنية كشركة وطنية كبيرة مع النادي الأهلي أبو الوطنية ورائد الحركة الوطنية الرياضية وإسهاماته الكبيرة جدا في منظومة الحركة الرياضية المصرية تلاقي الكبار تناغم الكبار روح الود والرغبة في تحقيق أهداف كبيرة جدا إن شاء الله جمهور الأهلي يسعد بها تباعا عبر شاشة قناة الأهلي اللي بينتظرها الملايين بشغف واهتمام واللي بتخلي جنيه الأهلي مش زي أي جنيه جنيه الأهلي مش زي أي جنيه في كل الاتجاهات والمناحي شكرا